اشارت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين لرئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية على أن مملكة البحرين تملك تجربة رائدة ومتميزة في خلق منظومة عمل مؤسسي متكامل في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى وفي مقام الجهود الوطنية التي يقودها سموالي العاد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك خلال كلمة معاليها التي ألقتها خلال ترأسها وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين ضمن المشاركة في الاجتماع الدوري الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي والذي لفتت معاليها عبر نافذته إلى حتمية تأسيس رؤية تشريعية خليجية جامعة توفر بيئة داعمة للاقتصاد الخليجي وأضافت أنه من الضروري الارتقاء بمستوى الدعم الرامي لفتح آفاق رحبة أمام طموحات الشباب وتحقيق المزيد من التقدم للمرأة الخليجية مشيدة في الوقت عينه بالبصمات البارزة للمرأة البحرينية ودورها الفاعل والمؤثر في رفض المسيرة التنموية الشاملة ضمن مسار عطائها في إطار منظومة متكاملة وعمل مؤسسي تمثل في جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ونوهت زينل إلى أن الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم تفرض مسارعة الخطى في مسار يتسع بحجم التطلعات للارتقاء بروح التعاون البرلماني الخليجي المشترك والبناء على ما تحقق من عطاءات ثرية سارت وفق أهداف سامية ورؤية متقدمة وفاعلة تسهم في بناء علاقات أكثر قوة وتأثيرا مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية الدولية ترجمة نانسي قنقر